يا مساء الخير تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة من السادسة والحقيقة مش هادر ابدأ حتى الحلقة اقول لكم هارد لك لان الموضوع ملوش اي علاقة لا باللق ولا بالحظ ولا بالتوفيق الحقيقة مشوار الاهلي في فبراير عموما ما يطمنش ومش احسن حاجة ممكنة على الرغم انه بدايته كانت قوية جدا تتكلم على 8 مطشاط لابنهم في شعر فبراير منهم 4 في كاس العالم منهم 2 في دوري الابطال ومنهم 2 في دوري المحلي الاهلي فاس في 3 مباريات واتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين خلينا نتفق او خسر 3 مباريات خسر 3 مباريات اتعادل مبارتين وفاس في 3 مباريات فوزين حققناهم في كاس العالم وفوز حققنا على اسوان وخسرنا طبعا مبارتين في كاس العالم وخسرنا من الهلال وتعادلنا مبارتين سانداونز في دوري الابطال واخيرا اخر مباريات شهر فبراير كانت مع الدخلية وانا عندي كلام كتير حقيقة محتاجة أتكلم فيه مع كل الاهل وانا عارف انك انت غضبان وعارف انك انت بتضايق وحقيقة يمكن يعني وخليني أقول لكم الواحد بصراحة بممتعة الصراحة كل ايام الاسبوع شرح بعض الى اليوم اللي هلع فيه الاهل يعني الواحد لما بيصحى يوم الصبح عارف ان النهاردة في اخر اليوم فيه مطش النادي الاهلي اليوم ده مختلف احساسك فيه بيبقى مختلف بتبقى حسس بالسعادة بتبقى مستني وجبة كده كروية ممتعة في اخر اليوم والقصة هنا مش قصة بس مكسب وخصارة يعني وبتالي يعني كتير من الجمهور النادي الاهلي بالذات اللي بيحبوا الكورة الناس اللي بتعشق الكورة الناس اللي شجعت الاهلي مش عشان بتحب بس الاهلي كان كما عشان بتحب الكورة بيبقوا منتظرين وجبة كروية ممتعة يعني انا مستني اشوف تسعين دقيقة امتع نفسي فيهم مستني اشوف تسعين دقيقة يشبعوني كورة القصة مش قصة ان انا كسبت وخدت تلاتة بونت وبنافس على اللقب وجبت بطولة بالنسبة لقطاع عريض انا بكلم عن قطاع عريض من الجمهور في ناس بتستنى كورة الاهلي وكورة الاهلي حتى في وجود مكسب في المبارات كتير جدا غايبة بقالها فترة غايبة بقالها فترة شخصية الاهلي في الملعب غايبة بقالها فترة وده بالنسبة لللي جاي مقلق بالنسبة لللي جاي واللي جاي صعب جدا 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 على ايه فريق في الدنيا مش بس على النادي الاهلي والحقيقة انه الرهان دايما على فكرة طبعا كل التأدير ده مش تقليل ابدا عشان كلامي ما يتفسرش غلط او السوشال ميديا تشتغل عليه بشكل غلط بالتأكيد دور جمهورنا دي الاهلي دور عظيم عظيم ما حدش يقدر ينكره على مدار تاريخ ولحظات ومباريات وبطولات كان الجمهور عامل الحسم فيها فكل التأدير لجمهور الاهلي وروح الفانيلا الحمرة بجد بجد لما بتكون حضرة بتصنع الفارق لكن انا نفسي بصراحة ميبقاش بس الرهان عالجمهور وعلى روح الفانيلا الحمرة انا يبقى الرهان كمان على فرقنا على نجومنا على لعبتنا على نجوم النجم واحد فيهم يشيل فرقة بحجم النادي الاهلي وهم كتار قوي يعني ممكن ارجع بيكل التاريخ اساطير كانت شايلة وبتحرك الفرقة وكانت موجودة وقت ما بتتأزم الأمور أو وقت ما بتبقى الأمور في منطقة صعوبة في مطشاط في البطولات في أوقات كتيرة جدا بتبقى هي عامل حسم لم استنينها روح الفانيلا الحمرة ولا مستنينها الجمهور العظيم اللي وقف في ظهر الفريق النجوم دي للأسف شديد غابت مش عايزة يكون في منطقة القصوة لكن الحقيقة قصوة حصلة بشكل عنيف في حفل التقطيع على النادي الاهلي على كل المنصات يعني سوشال ميديا تلاقي برامج متخصصة تلاقي محللين تلاقي لا مستر كولر ولا لعبة النادي الاهلي فلتت من حفلة التقطيع أنا كلامي بس للجمهور هنا زي كنت بتكلم مع الجمهور الاهلي انه خدوا بالكم هو مش وقته وقت الحساب مش وقته لانه احنا عندنا مباراة بجد حياة وموت ماتش السبت بالنسبة لنا هو يا إما نكمل في دوري الأبطال ودي أهم بطولة عندنا السنة دي أو السيزن ده على الأقل تقدير يا إما يا إما وما تمنش ان السيناريو ده يحصل أبدا 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 فيه جزء لابد ان احنا نعترف بيه عشان نكون موضوعيين انه الاهلي بيدفع ضريبة أربع مباراة من العارة التقيل بدأنا بيهم في براير يعني الفرقة لعبة أربع ماتشوات نهائية أربع بطولات قرات في مطلع الشهر في فترة لتتجاوز 11 يوم بالتأكيد بالتأكيد وهكون أكتر صراحة لما أقولك إنها فوق طاقتنا وقدراتنا مع كامل الاحترام طبعا للنادي الأهلي محدش هيزايد على حبي ولا عن تمائي للنادي الأهلي لكن المجهود اللي بزل في الأربع لقاءات دول أثر علينا الشهر كله سواء في الدوري أو في دوري الأبطال فمحتاجين نقوم بسرعة محتاجين نقوم بسرعة في ظل كمان للأسف الشديد يمكن اللي بيزيد من صعوبة الموقف هي الغيابات اللي تتفرضت علينا قبل مواجهة القطن الكاميروني مباراة لا تحتمل الاسم على اتنين فالرهان على الجمهور اللي يقدر يقوم الفرقة ويسندها رغم كل الملاحظات أو كل المشكلات اللي حصلت في على مدار المباراة الأخيرة في دوري الأبطال مع الهلال ثم سانداونز أو التعادل حتى المفاجئ مباراة تسعين دقيقة يعني مش عارف أقولك إيه بصراحة يعني أنا في الآخر خلص قلت طب يلا مش مشكلة إيه يعني هي مباراة وعدت وخدنا التلات نقاط وخلاص فإذا بيه فجأة شباك الشناوي بتستقبل هدف ما فيش حد كان متوقعه ما فيش حد كان متوقعه فتحس إنه الضغط علي مرة واحدة في حاجة مش مفهومة بتحصل يعني في حاجة مش مفهومة للأسف شديد جدا بتحصل والكلام كمان اللي يمكن يكون قالئ الأهلوية يعني في الدوري إنت حد كبير معاك أفضلية ومعاك أريحية في فكرة الفرق في النقاط بإذن الله بإذن الله تقدر ترجع مرة تانية وتستعيد مستواك والمنافسة موجودة آه بس ما هياش اللي تخوفك لكن المنافسة اللي بجد في دوري الأبطال في أربع مطشاط مطلوب منك من فيهم العلامة الكاملة لو ما حصلش مطبط لسانداونز والهلال ودي شوية مستبعاتها باستثناء المواجهة اللي هتجمع بينهم هما الاتنين في واحد منهم هيقع لكن اللي جد الجد كمان إذا كنا بنفكر يعني وراحين ننفس بجد فأنا الكلامي طبعا على البطولة العربية وعى السوبر ليج وفي دي هيكون عندنا بريك أعتقد أعتقد أنه لابد أن احنا نستغله أفضل استغلال ترجمة نانسي قنقر